لا شك في أن الزواج خطوة مهمة في الحياة وهو علاقة تتطلب قدرا كبيرا من المرونة والوعي الذاتي والقدرة على التفاهم وقد يجادل البعض بأنه من المنطقي الزواج بعمر متقدم وليس مبكر لأن التقدم في العمر يوفر فهما أفضل للهوية الفردية وهو ما يمكن أن يفيد في اتخاذ القرار الصائب بشأن الزواج والحفاظ على علاقة مدى الحياة ومع ذلك يدعي أستاذ في علم الاجتماع في جامعة ولاية يوتا أن السن الأمثل للزواج يكون بين أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات بينما الذين يتزوجون في منتصف الثلاثينيات يكونون أكثر عرضة للطلاق المختصون وبعد أبحاث واسعة وجدوا أن احتمالات الطلاق تنخفض لدى أولئك الذين تزوجوا في أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات ولكن حالات الطلاق ترتفع كلما زاد السن العروسين عن منتصف الثلاثينيات من العمر